السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنشرح الجرامر الاخير للصف الرابع وهو unit 12 زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط بيتكون من افعال منتظمة و افعال غير منتظمة الافعال المنتظمة هي اللي بتتكون من verb زائد id يعني فعل ومع id طب لو الفعل ده اخره ايه؟ بنعمل ايه لو نحوله الماضي؟ بنحط له دي بس يعني الفعل اللي اخره ايه؟ بنزود له بس حرف دي زي ايه بقى example زي كلمة play يلعب عايز اقول لعباء احط لها ايدي تبقى played زي كلمة walk يمشي عايز اقول ماشا او الوقد زي كلمة cook يطبخ او يطهو عايز اقول طبخ او طه او اقول cooked بنحط لها ايدي دي طبعا سهلة مفيش اي مشكلة المشكلة في ايه؟ المشكلة في الافعال الغير منتظمة اللي هي لها اسم تاني اسمها افعال شازة ليه مسمينها شازة؟ لان هي ملهاش قاعدة زي الافعال المنتظمة ملهاش قاعدة حروف معينة بنحطها لا ده كل فعل لازم احفظ الماضي بتاعه لانه بيبقى مختلف اصلا عنه هو يعني فكل واحد ليه ايه؟ ليه؟ شكل خاص بيه الوحده فده بحفظه زي ما هو كده يعني فعلي بيجيلي بالماضي بتاعه فبحفظ المضارع بحفظ الماضي بتاعه ايجزامبل زي مثلا سي يرى بقول رأى سو زي دو وضز الماضي بتاعهم دد يفعل فعلا زي از يكون الماضي بتاعها وز كان فلازم دول يتحفظوا زي ما هم كده طيب عندي مثال تاني ايجزامبل I washed my hands يعني انا غسلت يدي انا غسلت يدي طيب لو انا عايزة انفي الجملة استخدم ايه؟ في النفي باستخدم didn't وبيجي وراها الفعل في المصدر في النفي باستخدم didn't وبيجي وراها فعل في المصدر زي مثلا بقول he didn't wash ايه بصوا wash ما فاش اي اضافات his hands هو لم يغسل يده he didn't wash his hands يعني هو لم يغسل يده طيب اعرف ازاي الماضي البسيط اعرف ازاي ان الجملة دي ماضي هلاقي ايه اما موجود فيها كلمة yesterday مبارح لامس اما last week او last year السنة الماضية او last month الشهر الماضي او ايه اي حاجة ماضي بتبقى على طول دي بتدل على زمن الماضي البسيط او ممكن يقولي مثلا two years ago من سنتين فاتوا بس دي على سنة ستة بقى ففيه كلمات كتير بتدل على الماضي طب تعالوا نشوف مثال كده she cleaned her room yesterday she cleaned her room yesterday او دي يعني هي نظفت غرفاتها امس هي نظفت غرفاتها امس grammar سهل جدا وهيخضو في ربعة وفي خمسة وفي ستة هيتكرر كتير معاكم وده كده كان نهاية الوحدة الاثناشر طبعا البنكتوشن تشرح كتير جدا تشرح مع ربعة ومع خمسة ومع ستة ترمي الاولاني وشرحته تاني لما خلصنا منهج الكوننكت بلاس one هتلقو موجود كتير في القناة ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته